في الخطاب السامي الذي وجهه السبت إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد أشاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالجدية التي يتميز بها الشباب المغربي في مجال الإبداع والابتكار في مختلف الميادين جلالة الملك شدد على أن الشباب المغربي متى توفرت له الظروف وتسلح بالجد وبروح الوطنية دائما ما يبهر العالم بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم قد قدم أبناؤنا بشهادة جميع وطنيا ودوليا أجمل صورة حب الوطن والوحدة والتفائذ والتلاحم العائلي والشعبي وأثار مشاعر الفقر والاعتزاز لدينا ولدا كل مقونات الشعب البغربي نفس هذه الروح يقول جلالة الملك كانت وراء قرارنا بتقديم ملف ترشيح مشترك مع أصدقائنا في إسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائية كأس العالم لكرة القدم 2030 والتي نتطلع ونعمل على أن تكون تاريخية على جميع المستويات على صعيد آخر أكد جلالة الملك أن الجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسئولية بالمحاسبة وإشاعة قيم الحكمة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص مبرزا جلالته أن الجدية يجب أن تظل مذهبا في الحياة والعمل وأن تشمل جميع المجالات واليوم مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي للضغوط التدخم على المستوى العالمي فإننا في أمس الحاجة إلى جدية وإشاعة الثقة واستثمار الفرص الجديدة لتأزيز صمود وانتعاج الاقتصاد الوطني من جانب آخر قال صاحب الجلالة إن الجدية تتجسد عندما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية للمملكة وهذه الجدية والمشروعية هي التي أثمرت توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية يقول جلالة الملك مشيرا في هذا الصدد إلى اعتراف دولة إسرائيل مؤخرا بسيادة المغرب على صحرائه ومبرزا أن منهج الجدية مكن إضافة إلى فتح القنصليات بالعيون والدخل من تعبئة دعم متزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في هذا الصياق قال جلالة الملك وبنفس الجدية والحزن نؤكد موقف المغرب الراسخ بخصوص أذالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وآصمتها القدس الشرقية بما يضمن الأمن والاتقرار لجميع شعوب المنطقة على صعيد آخر قال صاحب الجلال الملك محمد السادس في خطابه السامي إن العلاقات بين المغرب والجزائر مستقرة نتطلع لأن تكون أفضل وخلال هذه الأشهر الأخيرة يتساؤل العديد من الناس على العلاقات بين المغرب والجزائر وهي علاقات مستقرة تتطلع لأن تكون أفضل وفي هذا الصدد نؤكد مرة أخرى لإخواننا جزائريين قيادة وشعبه أن المغرب لن يكون أبدا مصدرع شر أو سوء جلالة الملك أشار إلى أن عمل جلالته على خدمة شعبه لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية وإنما يحرص جلالته أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع دول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الجوار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته